بسم الله الرحمن الرحيم ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الذي نعيش فيه مع حلقة جديدة من برنامج فقه الحياة والتي بعنوان الطفولة رعاية وحقوق فضيلة الشيخ كنا نتحدث قبل الفاصل عن المنشغلين بأموالهم وحسابتهم وتجاراتهم وحتى بدعوتهم إلى الله عز وجل ينشغلون بذلك على حساب أولادهم وأضيف إلى هؤلاء أيضا بعض الأمهات التي تنشغل بنفسها بزينتها بصديقاتها وتنسى أولادها أو تعطي كل أمورهم للخادمة الهندية والفلبينية يعني أضيف هؤلاء وهؤلاء أولادهم في الحقيقة يتامى هناك نوع من اليتم والأب والأم موجودان وهو الذي قال فيه أمير الشعراء شوقي ليس اليتيم من انتهى أبواه من ذل الحياة وخلفاه ثقيلة فأفاد بالدنيا الحكيمة منهم وبحسن تعليم الزمان بديلة إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولة هذا واليوت الحقيقي وهذا تفريط في هذه الأمانة أن الأولاد كما هم نعمة يجب أن تشكر هم أمانة يجب أن ترعى نعم طيب فضيلة الشيخ بعض الأباء أحيانا يتخيل أن التربية إنما تكون في حسن ملبس في سعة بيت في سيارة فارهة في توفير الأشياء المادية ماذا نقول لهؤلاء هذا أحيانا يكون نقمة وليس نعمة على الأولاد نعم وخصوصا إذا كان الولد يعرف أن كل ما يطلبه ما يطلبه مجاب يعني أحيانا الولد لا يحتاج إلى سيارة ويمكن يحاول يطلع له رقصة قبل السن المشروطة نعم ويتسبب هذا يعني في عمل حوادث وأشياء يعني أبو العتاهية له أردوزة يعني شهيرة طويلة نعم من ظنها الذي يقول إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرأة أي مسدد يعني أنك تجد كل ما تطلب هذه مفسدة المفصول الشكر هذه النعمة إنك تورث أبنائك أدبا حسنا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أحريثي ما نحل والد ولده أفضل من نحلا أفضل من أدب حسن صحيح نعم الأدب الحسن هو الذي ينفعه في صغره وفي كبره نعم وكما قل إذا يعني من لم يذوق دل التعلم ساعة ساعة تدرع كأس الجهل طول شبابه ومن فاته التعليم فأقش بابه فكبر عليه أربعا لما ماته لوفاته فالتعليم في الصغر هذا أمر مهم طيب ما قيمة إنك تطعم ولدك وتلبسه وتجمله ولكن يكون مصيره النار صحيح نعم وهذا معنى يا أيها الذين أمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا سيدنا علي يقول علموهم الخير سنتقيه النار علموهم الخير فهذا هو المطلوب طيب أنا أود الإسلام سراحة هناك نوعية من الطفولة اهتم بها الإسلام نعم في نوعية معينة من الأطفال أو من الطفولة اهتم الإسلام بها وهي الطفل اليتيم أولاه الإسلام يعني عناية فائقة فأود أن تشير لنا فضلت الشيخ إلى السبق الذي جاء به الإسلام في هذا المضمار على وجه الخصوص الإسلام اهتم باليتيم اهتماما بارغا نعم اهتم به من ناحيتين من ناحية شخصيته ونفسيته ومن ناحية ماله وثروته فمن ناحية شخصيته حاول أن تحافظ على نفسيته لأن الإسلام حريص جدا على نفسية الأطفال نعم الجانب هذا جانب مهم السلف يقول لك كانوا يسوون بين الأولاد حتى في القبولات سبحان الله يقبل زيد مرة يقبل أخوه عمر مرة مش يقول لك ده جاهل ما بيفتهمش لا ده بيفتهم الأولاد بيكون هذا ويخبئه يعني في اللاشعور وقد سبب عنده عقد ونحن القرآن ذكر لنا سيدنا يعقوب حينما أحب يوسف وأخاه صحيح أكثر من إخوتهم وإنك معزور كان في هذا أنك من قيل لأحد العراب أي أولادك أحب أولادك قال صغيرهم حتى يكبر وغائبهم حتى يحضر ومرضهم الصغير خصوصا إن أمهما قد ماتت صحيح يوسف وإن يمين ماتت فبيستحقوا بعاية ولكن مهم ما رعاش الأولاد الآخرين فكانت النتيجة اقتلوا يوسف يعني فيه مشاكل الأطفال وبعضها مشاكل نفسية وبعضها مشاكل فيه كتب مؤلفة في هذا ويؤلفها مختصة نعم ممكن الأب يزع لابنه يعمل معه لأنه يبول على نفسه يعني القرآن يقول رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يذع اليتيم ولا يحض على طعام الكافر المكذب بالدين سبحان الله هذا اللي بيدعي اليتيم يدفعه العنف فأما اليتيم فلا تقر فلابد كلا من المجتمع الجاهل كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون اليتيم مهان في هذا المجتمع الجاهل نعم المجتمع الإسلامي يرعى فيه اليتيم فهذه ناحية ناحية أخرى مال اليتيم ولا تقربه مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن يعني إذا كان هناك طريقتان لرعاية مال اليتيم وللقرب من مال اليتيم في طريقة حسنة وجيدة وطريقة أحسن وأدول إنت يبحث عن الطريقة الأحسن والأدول لسمر له ماله مش تحاول تبتلع تبتلع ماله الصاحب إن الذين يأكلون أموال اليتام ظلما إنما يأكلون في بيتونهم نارا وسيصلون سعيرا طيب مبقات السبع والقرآن ابتلوا اليتام علموهم حتى يعني تخلوهم يتدربوا يتدربوا نعم قبل أن يبلغوا الحلم فتدربوا وتتسرف عليه نعم وهذا طيب فلت الشيخ إذن رعاية اليتيم سبق الإسلام فيها سبقا طويلا وموضوع أن يوم اليتيم يوم واحد إبريل هذا في حد ذاته الإسلام له سبق فيه هذا هناك نوعية أخرى من الأطفال وهو أشرتم إليه إشارة سريعة لكن نود أن نقف عنده وقفة طفل الذي جاء من سفاح لا من نكاح كيف يوعمله المجتمع هذا في الفقه الإسلامي أنت درست الفقه نعم في كتاب اسمه كتاب اللقيت صحيح نعم في كل أحكام اللقيت نعم إن هذا لا ذنب له إذا يعني أذنب أبواه فهو بريء من ذنبهما وعلى الدولة أن تساعده إذا تكفل أحد الناس الموسيرين وقال أنا أتكفل به أو ربيه جزاه الله إذا قال أنا أربيه لكن احتاج نفقه على على الدولة تنفق عليه سيدنا عمر طب إلى من ينسب هذا الولد نعم إلى من ينسب هذا الولد ينسب إلى الأمة إلى الأمة هل من الممكن من تكفله ورعاه من الممكن أن ينسب إليه ليس بالاسم بالكامل ولكن مثلا يغير في لقبه لا أنا منع هذا لأن المهم الكفالة نعم فهو له يكفر هذا الشخص له أكثر من أجر اليتيم لأن اليتيم من مات أبوه هذا لا له أم ولا أب ولا أسرة هذا له ثواب نعم عظيم أنا أقول هذا أفول ولكن المهم لا يتبنى إلا ينسبه إلى الأسرة فيتسبب عن ذلك صحية مشكلات كفرة وقد حرم الإسلام التبني لكن أنا أقول هذا لأن بعض يعني الأطفال يتامى عندما يكونون في أسرة معينة وفي التنقل من مكان إلى مكان بتحدث إشكالية في داخل مطارات يعني إشكالية حال يحتاج إلى خروجية هذا ليس هناك صلة فبتحصل إشكالية كبرى مش أحرفه وإذن أن ابني أخي ابني أختي ابني كذا وحد يسأل الواحد مسافر معاك إيش علاقته بك إيه المهم معاه جواز سفر جواز سفر خلاص يعني طيب فضيلة الشيخ هناك أيضا الأباء كما ذكرتم مطالبون بالعدل بين أبنائهم ولكن هناك ربما يكون ولد نجيب وولد غير نجيب هناك ولد يعني مطيع وهناك ولد عاصي هناك ولد جميل وهناك ولد كيف يكون قد يميل إنسان بقلبه إلى أحدهما هل يعاقب على هذا الميل أم يتبقى المعاقبة على الأمر الظاهر فقط لا يجوز إنه يجزى واحد لأنه أجمل من الآخر فيثاب على هذا نعم أو لأنه أذكى منه يعني يكفيه النعمة اللي ربنا أعطاه إنما الخطر إنه يميز بين أولاده بعضهم على بعض لما جاء بشير بن سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أن عمرا بنت راح زلت وتريد إنني يعني أوثر ابنها النعمان النعمان بحديقة أو بكذا قال له أكل أولادك أعطيتهم مثله قال لا قال أشهد على ذلك غيري نعم فإني لا أشهد على جول صحيح نعم وقال يعني إذا أحببتم يسووا الأبناء بينكم في البر فسووا بينهم في العطية نعم يكونوا أبناء لك سواء في برهم سووا بينهم إنما تميز بينهم يبقى هتجد واحد يعني معرض عنك شوية ويأخذ مواقف منك فإن تسوي بينهم وقصة يعني يوسف صحيح درس درس لكل الأباء إن أي تمييز حيجعل الأولاد يكره بعضهم بعضا وتأمروا بعضهم على بعض إلى حد القتل في بيئة الأنبياء نعم أولاد الأنبياء فما مالك بغير الأنبياء فالعدل هو المطلوب أحيانا يقتضي الموقف بعض الزيادات يعني يكون ولد تعلم إلى أن حصل على البكر واحد ديست صغير نعم وأبوه على وشك الموت أو مريض أو مريض أو معوك نعم فممكن يميزه هذا ليس تمييزا نعم والحقيقة تسوية هي في حقيقتها نوع من التسوية هذا لا حرر فضيلة الشيخ فينات هذه الحلقة لا يسعون إلا نتقدم إلى فضيلتكم بخالص الشكر والتقدير وأنتم أيها الإخوة والأخوات لكم منا خالص الحب والثناء وإلى الملتقى في حلقة أخرى فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته